أكد المبعوث الأممي إلى اليمن أنه يعمل مع جميع الأطراف المعنية لضماني أن تكون جهود تحقيق السلام الجارية في اليمن تدعم الوساطة الأممية أشهد المبعوث بعمق وجدية المباحثات بين الأطراف المعنية ووصفها بالمشجع لافتاً إلى أهمية زيارة الوفدين السعودي والعماني لصنعا بهدف التوصل لوقف دائم لإطلاق النار أعلن مسؤول يمني أن عملية تبادل الأسرى المتفق عليها مع الحثيين ستبدأ الخميس المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام ومن المقرر أن تشمل العملية رحلات جوية بين العاصمة صنعاء وعدن ومناطق أخرى في اليمن إضافة إلى العاصمة السعودي الرياض وكان الحثيون والحكومة قد أعلنوا شهر الماضي أنهم توصلوا خلال مفاوضات في بور اتفاقنا على تبادل أكثر من 880 أسيرا